في خطوات بطيئة وثقيلة وعلى أمل نسيان الخيبة الكبرى يشارك كبار السن في الرقص والغناء على أنغام العود والناي والجيتار حيث قام مجموعة من المتطوعين بعرض موسيقي في دار للمسنين في العاصمة الأردنية عمان التفاعل كان رهيبا وكأن المسنين كانوا ينتظرون بلهفة من يرسم الابتسامة على وجوههم ومن يشعرهم أن هناك دقائق أخيرة في العمر تستحق أن تعاش ما شجع القائمين على المشروع إلى المزيد من العمل وتوسعة نشاطهم في دور أخرى اختيار الموسيقى والأغاني كان مدروسا فالبداية كانت بأغاني الطرب القديم والأغاني التراثية لعلها تحرك الوجدان وتنعش الذاكرة هذه الفكرة فتحت المجال إلى ما يسمى بالعلاج الموسيقي فتعقد زلسات خاصة وأخرى جماعية ما يؤثر على الصحة النفسية بشكل كبير أحد المسنين وبعد أن سئل عن رأيه بهذه التجربة أجاب بأنه سعيد جدا وهذه الموسيقى أراحته وأنسته الألم والهم والأحزان ونعتقد من تقريرنا هذا لو خير هذا المسن بين سعادة الموسيقى والغناء وسعادة المكوث مع أفلال كبده لاختار الثانية بكل تأكيد لكن الأفلال وعلى ما يبدو أنهم يعدون العدة ليفرحوا بالموسيقى في وقت لاحق بكل تأكيد